السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الخامس معكم مستر طاري مدرس أول ساينس ويالله بينا نجهز المهام الأدائية جاهزين؟ يالله بينا حبايبي المهام الأدائية عبارة عن اسئلة سهلة جداً هنحلام مع بعض بإذن الله حجي لك منها في الامتحان نخش مع بعض كده أول شؤال يالله بينا All in food chain All اللي هي البومة في السلسلة الغذائية All have some environmental the adaptation that enables them to easily capture and obtain food البومة عندها بترف تتأقلم في البيئة بتاعتها عشان تعرف تمسك الفريسة بتاعتها وتحصل على الجزاء إيه الحاجات اللي بساعد البومة ان هي تمسك فريستها؟ نبدأ مع بعض answer the following number one from structure adaptation in all من التكيفات من التكيف التركيبي في البومة إيه هو؟ عندها إيه؟ سمعك بتقول ها؟ سمعك بتقول إيه؟ بروف عليك strong sense of sight strong sense of sight عندها رؤية قوية جدا number two the all is found in there part of the food chain موجودة في أي مكان في السلغة الغذائية هل موجود في الأول ولا موجودة في الآخر خالص يعني أعلى السلغة الغذائية واحد يقول لي يعني إيه؟ أقول له فكر البلانت مين بيأكل البلانت؟ الرات طب مين بيأكل الرات؟ السنيك مين بيأكل السنيك؟ الآل يبقى هي آخر واحد يبقى هي هاير يبقى هي ايه؟ هاير أعلى واحدة three the all are from الآل are from إيه؟ مفترس هي صح؟ يبقى إيه ها؟ سمعك بتقول إيه؟ ممتاز consumer شوفت سهلة خالص هي؟ سهلة جدا نكمل مع بعض نكمل مع بعض number four create food chain containing all and include at least four organisms of different species اعمل لي السلغة الغذائية فيها all وفيها and include at least four organisms فيها أربع كينات حية من ضمنهم من ايه all؟ نعمل السلغة الغذائية نعمل ايه؟ أول حاجة نعمل plant يلا مع بعض نكتب كده plant يبقى عندي مين؟ عندي plant خلاص عايز ترسم plant ترسم plant براحتك هادي plant هو نبات نشوفه نبات غريب شوية معلش تمام؟ وبعدين نعمل كده سه plant مين هيكله؟ رات والرات مين هيكله رات؟ السنيك والسنيك مين هيكله؟ ها؟ ايه اسمعك بتقول مين؟ يبقى احنا كده عملنا كما واحد four one two three four كده عملنا food chain اوكي؟ plant rat snack all model two the effect of climate change on the ecosystem global warming الاحتباس الحراري يعني الحرارة مزيد جدا is one of the phenomena that puts of threat to the manifestation of life يعني واحد من اللي هي تهديد اللي بتهدد استقرار الحياة يعني موجود على مصرح الحياة global warming حاجة اللي بتأثر على مصار الحياة on the surface of earth and could serve climatic change تعمل تغيرات مناخية شديدة such as drought يعني جفاف and floods فايدانات which threaten life in many ecosystem بتأثر على اساس الحياة خلاص؟ بتأثر على مصر على الحياة في البيئات المختلفة يعني احتباس الحراري هو هنا بيكلمك بديك الاول ايه شوية معلومات بيقولك احتباس الحراري ليه تأثير كبير جدا على الحياة طب نخش ربا في الاسئلة the gas which responsible for الغاز المسؤول عن global warming هو مين carbon dioxide ممتاز اعلم عن دي واحد يقول لي انا مش فاهم مش فاهم يعني ايه global warming اقول له ضم ايدك كده ضم ايدك الاتنين وانفخ وانفخ فيهم بعد ما تنفخ في ايدك الاتنين اقفلها جامد هتحس ان ايدك سخنة ايدك سخنة ليه بطل عشان ايدك فيها كربون ايه dioxide وانت لما قفلت عليها سخنت اكتر هو ده global warming باختصار كربون dioxide محبوس في الارض فبيزود من حارة الارض number two melting of ice leads to rising water in sea and the ocean level and this is example of the melting of ice احنا قولنا لما قول لي melting اقول له ايه اقول له physical ليه physical عشان change in the shape ال ice شكله بس بيتغير بيحصل له melting بتحاول ايه بقى ايه بقى water number three is non living element is non living element in the ecosystem that is not considered a basic need for plant seed germination ما بيعتبرش مصدر اساسي للنبات عشان ينمو يبقى مين ها سامعك بتقول soil طالما قال لي كده not considered basic need يبقى soil in your opinion في رأيك how drought lead to destruction of food chain in the ecosystem ازاي drought لو الجفاف بيأثر على بيعمل ضمار للسلسل الغذائية عشان drought الجفاف الجفاف اللي انت شايفه ده قدامك يعني مفيش مية حيموت البلانت مفيش بلانت مفيش حياة يبقى الاجابة كده ببساطة because the plant need water to grow and if the plant die all living organism will die أولها تاني هكتبها لك اهو plant plant need water to grow خلاص no water plant will die if there is no water لو مفيش مية the plant will die اهو if there is no water no water plant will die plant will die and all living organism will die بس كده خلاص ناخد نموذج التاني النموذج التالي بقى بيكلم عن ايه حاجة اسمه aqua culture اللي هي الزراعة المائية from article ايه الاهرام newspaper ده مقال في جارة الاهرام hydroponic save 95 59 of irrigation water حاجة اسمها الزراعة المائية الزراعة المائية دي هي زراعة ما بتعتمدش على التربة بتعتمد على المية يعني هي مواسير فيها مية بيزراعوا فيها النباتات الورقية تمام طب يبقى الهيدroponic دي هي زراعة المائية save كان بتوفر هديه في المية بتوفر 59 of irrigation water بتوفر لنا في المية and challenge بس وزاوة بستيكتز يعني ايه ومش محتاجة لبداية حشرية خلاص لانك انت مفيش تربة مفيش حشرات in Egypt during the past few years the idea of hydroponic of farming without soil has spread on a limited scale in many cities in the governor يعني ايه بقى الكلام ده في مصر الزراعة المائية دي انتشرت بس على نطاق ضيئ probably may many don't know that cultivation كتير من الناس مش عارفين الزراعة دي without soil احنا مش محتاجين تربة so is one of the hydroponic system for the production to leafy vegetables دي واحدة من زراعة الخضروات الوراقية خضروات الوراقية زي الجرجير والبقدونس والحاجات ديت free of diseases مفيش امراض وبعيدة عن المبادات الحشرية انا مش محتاج تربة يعني مفيش ايه مفيش مش محتاج بقى ايه مفيش حشرات هي الحشرات بتقعد في التربة فانت مفيش تربة انت عبارة عن مصورة فيها ميا بتزرع فيها زي ما انتشايف كده دي كده مواسير فيها ميا ايه بيتزرع فيها ليه النباتات الوراقية it means that cultivation of plants بزرع النبات in agriculture media في بئة زراعية where soil is not one يعني التربة تربة مش واحد مش حاجة اساسية and it was fed using special solution فيه كده محلول معين contains the neutrons necessary for plant يعني فيه محلول كده في الميا فيه كل المواد الغذائية اللي محتاجها النبات يلا مع بعض نحل الاسئلة بقى يلا مين hydroponic يعني اسمها الزراعة المائية is one of the modern methods of agriculture and direct evidence that وده دليل واضح يعني زراعة المائية انا بزرع من غير تربة فدي دليل واضح ان soil دي تعتبر حاجة مهمة ولا حاجة مش مهمة ايه رأيك؟ soil هتعتبر basic need حاجة مهمة ولا non basic need طبعا بزكنية حاجة غير مهمة ليه؟ انا بزرع في مصورة فيها ماء ما فيش تربة يبقى انا كده استغنت عنها number two انا بد بياخدهم التربة سمعك بتقول water and neutrons three what is the importance of the oxygen gas that is produced by photosense which is carried out by the plant to make its food what is the importance of oxygen ايه عميت غيرت الوكسجين الوكسجين we use it in respiration بس كده عم حاجة عميت الوكسجين we use oxygen in respiration all living organism need oxygen to make respiration advantage of hydroponic that you have learned from the article قول لي كده ايه من فوائد الhydroponic ايه فوائدها فوائدها حاجتين هشاولك عليهم دلوقتي هم بص تاين بص انا معي انا عايز فوائده فوائد الهم ودول save 95 of irrigation بوفر في المية save 59 of irrigation water and challenge بستس وزود بستيكتس وبقوم الحشرات من غير موضات حشرية هو ده فايدة الليه الhydroponic انا بوفر في المية وبقوم الحشرات تمام وبكده يبقى احنا خلصنا موضات سري وبكده بحمد الله خلصنا المهام الادئية لصف الخامس وبالتوفيق لكل طلابي وحبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته